السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اخوتي في قناة نتمنى ان تكونوا كاملين ومبخروا على خير فيديو جديد وقتراح جديد اليوم اخواتي نشارك معكم بطريقة البيتزا بحدي المطاعم البنات بعجين اللي هو ناجح مئة في المئة أو مقادير مضبوطة للبنات كتجي رتب ومعلك البنات أو في نفس الوقت كتجي مقرمشها مهم اخواتي اول حاجة نحتاجه ودقيقة اول ميز جرام أحدنا الملح أحد معلقة صغيرة ثانية أحدنا كبار زيت السيتون أحدنا معلقة كبيرة الخميرة حبيبات أحدنا معلقة الكبيرة الزعز حبيبات زيت زيت وبركاته غاز العنبagn توقف الماء دافي هذا هو نصف ديال الماء. ديال العبار بكثل عمدالبنات. هاد العبار اللي اعطيتكم مراجة هو هادا. يعني هاد الماء هادا راج معلي هادا. دقائق 400 كرام ما شاطت ليه من نتة شي حاجة. مهم اخواتي في ايناء. نديره الماء هو اللول من بعد ندير الخميرة. هنزيد الزكور سانيدا. هادي نزيد وزيت الزيتون. عدنا هنا يزعتر البنات. هادي نحكو بين ايدية. تحس فيه المراقة شوية اكبر. عندها شوية ديال الملحة. والملح نحاوله ما ما نقويهش بزاف لانه قسكون الحشو حتى هي مالحة. زائد على المزاري الله او الفرماج هتوك يكون مالح. صفي اخواتي وكم دا نزيد في الضقائق. مهم بالنسبة للبنات. انتو مالتقيق ما تزيدوش دقة واحدة ديرونا نص طريقة ديالي وانتو ما كاتحركو. حتى تشوفو حيث دقيقته هو كيكون في انواع بعد المرس كيكون يشرب. بعد المرس ما يكونش يشرب. يقدر هذه العبار اللي اعطيتكم انا ديال ما يقدر يقدكم في 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 الدقيق واقدر يكون تاني ما 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 قد ما يقدركمش. ويمتو مع عينكم ميزانكم. وزمين البنات اه كنت طيبة دقة واحدة ماشي بحل بعد البيتزات اللي ضروري كنت طيبه بعد مرة الاشينا هي اللولاعة بشاني كنخرجوهم الفران وكنديرو الحشوة وعدك الرجوع ثاني. هادي كتطيبة دقة واحدة. كل شي كتديروه دقة واحدة سوفي وكتديروها في الفران. انا صراحة عندي فران ديال القاس كيز اوضها مزيانة لبناس كي طيبها مزيان كي جيب حالة حالة طيبة في العود. سوفي البناس هندخل هدك الدقيق اللي عندي. سوفي البنات القوام هو هذا يعني سكون في نفس الوقت تكون خفيفة ولكن جامعة راسة ما تكونش يعني جارية بززاف. باش ما تسمحناش في في التقراث. سوفي البنات هندرس هنا في هات السوبيرة. هنتوا من ما عندكم شي سوبيرة ديرو كوكو. الكوكو التايير قد تخمرها مزيان. المهم اخواتي سوفي العجين اخليناها تخمر. هندنا هندوزن ديرو السالسة ديال ماطيشة. عندنا واحد الكيمياء تقريبين واحد الكاس ديال العنبا ديال السالسة ديال ماطيشة. ودفت لها واحد اربع كاس ديال اللماء ديال العنبا. ودرت شوية الملح شوية ديال البزار. صفر البنات وشوية ديال زيت زيتون. ونضير واحد ورايقات ديال الحباق. تانو ولا توفر عندكم شي ضروري ولكن كيجيز ونكعته واحد نسم زوينة. والتومل بنات. درت عندي واحد جوجي ريوس ديال التومل جوجي فصوص ديال التومل اللي غير هير رسهم. درتهم بقشرة ديالهم. صفر اخواتي ونضيرها فوق البوطة الطيب. ومرة مرة نقلبها مدة ديال العشرين دقيقة دائما للباست او للبيزا دروري السالسة ديالها كالتطيب عشرين دقيقة. صفر اخواتي هنا لعجينة البنات. غطيوها ديروا على شي قفالة باش ما تبقاش حيث كتولي تبقبق قاعد دنيا غطة تعمر عليكم. صفر اخواتي هنا را وجدات. صفر غطي نخليها تبرد. هنا اخواتي صفر عجينة را خمرات لينا. خمرات لينا لعجينة البنات. غطي نخرج من نادق الهاواء. وغطي نقسمها. غندير جوش بيتزاسة البنات. غندير غير الحشوة دي الطون والموزاريلا. واحدة البنات غنزيد على غير البصلة. البصلة غدين قطعها شنايف. بصلة واحدة حمراء. شنايف فرقاء قلبنات. وغنديرها فوحة السوبيرة. وغادي نزيد على شوية ديال الملحة. شوية ديال زيتون. وشوية ديال الزعتر محكوك البنات. وغادي نحاول نحلها بايد ديال. وضروري تقطعها قريقة البنات. سوف نخليه على جيم حتى نوجد البيتزا. سوف ندير الحشوة. سوف نديرها من الفوق. مهمة البنات قمشوه معي هنا. قسمت العجينة على جوج كورات. سوف يفرنتهم في الدقيق الأبيض. سوف نخليهم يرتاحوا. هنا البنات سوف يرتاحوا يداز قريبا واحد عشر دقيقة. في نفس الوقت راني درت الفران يسخون البنات. حيث البيتزا كتبقي الفران سخون بحل الخبز. درت الفران يسخون كيف ما قلت ليكم. شعلت عليه من الفوق ومن تحتها البنات. راح دقيقة طيب. مهمة خمسة دقيقة كتكون واج دولة ربعة دقيقة. هي لك الفران سوين. دقيقة طيب. كتجيب حالة طيبة في العود. سوف البنات هنا كنقرس فيها كما كتشوفو. وضروري ما نقيسوش الجوانيب خسنا نخليوهم شوية اغلاد. المهمة لا تفرق الله كل شي كيعرفة العجينة دي البيتزا كيف اش كتكون. مهمة اخواتي هنا عندي هاد الكارتونة هاتي. ودرت ورق الزبدة حيث غادي ندخلوها الفران بورق الزبدة. وهادك الكارتونة الدور ديالها هي كت يعني كتزلق لنا هاد الورق الزبدة هاتي مليك مغون ترحوها في الفران. قد جينا سهلة. صفي اخواتي درت هنا يا هاتي السلسة دي المطيشة من بعد حكيت الموزاريلا. انا شاركت معكم غير واحدة تانية النفس الحشوة غير هي زدت على البصلة اللي شرحت لكم الطريقة ديالها كيف اجدرت لها عشنو اللي يعني المكونات اللي زدت في البصلة. صافي. باش ميجيش الفيديو طويل او موميل. صافي البناس كنديرو السلسة دي المطيشة. بعد كنديرو الموزاريلا. بعد كنزيدو الطون من الفوق. صافي البنات دبعنا غادي نشي نطرحها في الفران مويمة راحي تجاد تغيب ايد تليفون. شفتوني كيفاش ديرا في اسمي زوف الفران. وهنا اخوتي من اللي خرجتها من الفران. كتشيروا عيال بنات مويمة اخوتيو هادي التانية. ونتمنى الفيديو يعجبكم مع فيديو جديد ان شاء الله.